موسيقى السيسي يوصل لقاءاته مع كبار المسؤولين الصينيين والاتفاقيات الموقعة تصل الى عشرين محلب يفتتح اليوم عددا من المشروعات التنموية بالمنوفية الداخلية ترفع درجة الاستعداد الى الحالة جيم لتأمين احتفالات عيد الميلاد موسيقى أسعد الله صباحكم مشاهدين واهلا بكم الى موجز الانباء حيث يوصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءاته مع كبار المسؤولين الصينيين خلال زيارته الرسمية الحالية للصين حيث يلتقي برئيس الوزراء ورئيس البرلمان اضافة الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصينية كما سيتم التوقيع على نحو خمسة عشر اتفاقية غير حكومية مع الشركات الخاصة الصينية ليصل اجمالي الاتفاقية الموقعة خلال زيارة السيسي الحالية للصين الى نحو عشرين اتفاقية بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر اقامته بالعاصمة الصينية بكين مع رئيسة شركة هواوية العالمية للاتصالات بحث سبل تعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مصر كما التقى السيسي رئيس مصلحة السياحة الوطنية الصينية حيث اعرب عن امله ان يتم الاتفاق على تنظيم رحلات طيران عارض بين العديد من المدن الصينية ومصر وكذلك ربط الطيران بين هونج كونج ومصر واعلن السيسي ان مصر بصدد انشاء مدن للسياحة والتجارة والتسوق خلال سنوات قليلة لجذب المزيد من السائحين الى جانب السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية يفتتح المهندسة ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم عددا من المشروعات التنموية المختلفة بمحافظة المنوفية كما سيقوم بتسليم 2400 وحدة سكنية ضمن وحدات اسكان الشباب بمدينة السادات كان محلب بامس قد افتتح محطة مياه الشرب في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية كما قام بتسليم عدد من عقود وحدات الاسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان للمستحقين الذين انتبقت عليهم شروط المشروعة اكد مصدر امني رفيع المستوى بوزارة الداخلية انه تم رفع درجة الاستعداد داخل كافة قطاعات الوزارة الى الحالة جيمة ابتداء من يوم غد وحتى السابع من يناير في اطار خطط تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيدة واضف المصدر انه تقرر الغاء كافة الاجراءات الاجازات والراحات للضباط والافراد والمجندين بجميع مديريات الامن والادارات العامة والمصالح التابعة للوزارة ورفع درجة الاستنفار الامني بكافة محافظات الجمهورية القت جهزة الامن بالاسكندرية القبض على خلية اخوانية بحقامة بحرق محاولات الكهرباء واستهداف رجال الامن واضرام النيران في حافلة نقل عامة وبمواجهتهم اقروا بانهم اعضاء بتنظيم الاخوان الارهابية وان حيازاتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد مقاومة السلطات واستخدامها في نشاطهم الاجرامية القت قوات الامن القبض على اربعة عشر تكفيريا خلال حملة مدهمة واسعة بجنبي الشيخ زويد كما تمكنت القوات من تدمير ثلاث مزارع مملكة لقيادات تكفيرية بجماعة انصار بيت المقدس وضبط ثلاثمائة كيلو جرام من مادة تي ان تي شديدة التفجير باحدى المزارع الثلاث كان مسلحون مجهولون قد اطلقوا قذيفة ايهاون على كمين امني برفح دون ان يسفر الهجوم عن وقوع اصابات حيث سقطت القذيفتان بعيدا عن الكمين اكد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي حرص القوات المسلحة على بناء اسس راسخة من الشراكة والتعاون العسكري مع كافة الدول الافريقية وحرص وكذلك حرص القيادة المصرية على التعاون مع كافة شعوب القارة لتحقيق الامن القومي الافريقية كذلك خلال الاحتفال الذي اقامته القوات المسلحة لتكريم الوافدين الافارقة الذين امضوا مدة دراستهم بالمنشآت والمعاهد التعليمية والطبية للقوات المسلحة المصرية لدوراتهم التدريبية بالمعاهد والمؤسسات التعليمية للقوات المسلحة المصرية والذين حرصت دولهم الشقيقة على إلحاقهم بهذه المؤسسات العريقة وإيمانا من الدول الافريقية بأن الامن القومي الافريقي المشترك جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري أكد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أهمية دعم علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات بما يحقق المصالح المشتركة لكل الشعبين كما أكد على أهمية استمرار التدريبات المشتركة كأحد دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة جاء ذلك خلال استقبال الفريق حجازي وفدا رفيع المستوى من كبار قادة القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأقدم الوفد الإماراتي التعازي في شهداء الطائرة التي سقطت خلال تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية المشتركة كتاما نذكر بأبرز العنوين السيسي يواصل لقاءاته مع كبار المسؤولين الصينيين والاتفاقيات المواقعة تصل إلى عشرين محلب يفتتح اليوم عددا من المشروعات التنموية بالمنوفية الداخلية ترفع درجة الاستعداد إلى الحالة جيم لتأمين احتفالات عيد الميلاد وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكترونية النهار live.net كما يمكنكم التواصل أيضا عبر موقع التواصل الاجتماعية المختلفة فيسبوك تويتر يوتيوب انستجرام وغيرها تهاية الموجز شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة